إلى تطورات مرتبطة بغزة ومعجر فيها نقلت وكالة رايترز عن مصدر المطلع على المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل قوله أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل طالما هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسنينية أضف المصدر أن قطر أبلغت حماس أن مكتبه في الدوحة لم يعد يخدم الغرض منه وضاف مصدر الوكالة أن قطر أبلغت قرارها لحماس وإسرائيل والولايات المتحدة هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دولوماسي قوله أن قطر انسحبت من هذه الوساطة وأن مكتب حركة حماس أيضا في الدوحة لم يعد مبررا لأنه لم يحقق الهدف كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية كشف لوكالة رايترز أن واشنطن أبلغت قطر أن وجود حركة حماس على أراضيها أو أراضي أي عاصمة في بلد شريك لم يعد مقبولا موضحا أن ذلك القرار يأتي عقب رفض الحركة للمقترحات المتكررة للإفراج عن الأسرع المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه قال أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشرة أيام وأن واشنطن كانت على اتصال بالدوحة بشأن موعد إغلاق مكتب الحركة السياسية الذي حان وقته الآن على حد قوله كان 14 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبوا من وزاعة الخارجية الأمريكية تجميد أصول مسؤولي حماس في قطر وتسليم عدد من كبار المسؤولين ومطالبة الدوحة بإنهاء استضافتهم هذا ونقلت وكالة رايتز عن ثلاثة من مسؤولي الحركة نفيهم أن تكون قطر أبلغتهم بهذا القرار من القاهرة ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات المهمة المتعلقة بصفق المحتملة والتي كانت منتظرة بين حركة حماس وبين إسرائيل من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس دكتور سمير أهلا بك على شاشة الحدث إذن انسحاب قطر من الوساطة ومكتب حماس في الدوحة لم يعد مبررا هذا بحسب المصدر الدبلوماسي نشدد على أن لا إعلان رسمي قطري إلى غاية الآن ولكن في مسألة الانسحاب من الوساطة لأن الطرفين لم يبديا مرونة للوصول إلى سفقة بحسب هذا المصدر هل الانسحاب الآن منتظر ومتوقع لماذا؟ يعني الحقيقة الجزء الجديد في هذه التصريحات هو إعلان الانسحاب إذا ثبت أن هذا انسحابا رسميا لقطر من المفاوضات لأن آخر جولة من المفاوضات جرت في الدوحة بوجود ويليام بيرنز ووجود مدير الموساد الإسرائيلي ولم تصفر عن تقدم في هذه المفاوضات لكن الدوحة احتضنت هذه المفاوضات ربما تغيب مدير المخابرات المصرية الجديد عن هذا الاجتماع لكن الدوحة كانت حاضرة وهي التي احتضنت آخر اللقاء لكن كما هو واضح فأن هناك عقبات شديدة سواء كانت من نتنياهو الذي كان يرجع عادة أو في كل الجوالات السابقة يرجع عادة ويماطل في أي اتفاق يتم التوصل إليها أو مسودة اتفاق يتم التوصل إليها وكانت هناك تقارير عديدة أيضا تتهم حماس بأنها كانت أيضا يعني هي التي تعرقل أو تشارك نتنياهو في عرقلة هذه الاتفاقات الآن مسألة خروج أو إخراج حماس من الدوحة هذا أمر متكرر كثيرا نعم دكتور سامير سنعود لهذه النقطة أعذرني عن مقاطعة مسألة مكتب حماس سنعود لهذه النقطة ولكن دائما في إطار الوساطة لأن الوساطة قائمة ومستمرة والوساطة هم القاهرة الدوحة واشنطن الذين يعملون على هذه السفقة بشكل حديث طوال أشهر ولكن إذن التهديد لم يكن الأول الرواية والحديث عن الانسحاب القاطري من هذه الوساطة بالفعل لم يكن الأول ولكن هذه المرة تتوقع انسحابا وما الذي يعني هذا فيما يتعلق باستمرار مصر في الوساطة يعني هنا مرحلة يعني تكاد تغلق أبوابها تماما ملف مرحلة بالكامل يكاد يغلق أبوابه نتنياهو كما هو معروف أرجأ تماما أي التوصل إلى أي الاتفاق لأنه لم يكن يرغب في إهداء حكومة بايدن أو بايدن أو سلفو المرشحة الأساسية يعني مساعدة أو نائبة بايدن مثل هذه الهدية وأرجأ هذا الأمر إلى ترامب ترامب قال أنه في حملته الانتخابية قال أنه يأمر بأن تنتهي هذه الحرب قبل عشرين واحد والجميع يعرف أن هذه الحرب ستنتهي قبل عشرين واحد وبالتالي إحنا دخلنا إلى مرحلة حرجة تماما لا تريد أن تتحمل أطراف مثل قطر مزيد من المماطلة سواء من الجانب الإسرائيلي عليه بايدن ترامب هو الذي يتولى هذه المسألة لكن إذا ماطلت حماس كالعادة ورفعت سقف مطالبها إلى حدها الأقصى كما اعتادت في كل المفاوضات السابقة فإن المسؤولية وقتها ستقع على ترامب وتكون قطر هي المسؤولة وليس قادة حماس فقط وبالتالي أعتقد أن انسحاب إذا صح انسحاب قطر من الوساطة الآن فهي تتفادى المستقبل القريب الذي سيحصل خلال ستة إلى سبع أسابيع مقبلة ولكن هذا يعني استمرار مصر في كل الأحوال في دورها يعني نأمل أن تستمر للشعب الفلسطيني المفاوضات لم تكن لحماس قلنا عشرات المرات على قناتكم وقنوات عديدة أن هذه المفاوضات تجري لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي أتعرض له إذا استمرت مصر فأعتقد أن يجب أن تستمر بالتنصيق مع الولايات المتحدة سواء مع الإدارة المنتهية صلاحياتها الآن والتي ستبقى إلى عشرين واحد أو مع ترامب في المستقبل حرصا على الشعب المصري لكن هذه لا أعتقد أن مصر يمكن أن تنسحب من دورها التاريخ حرصا على الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بالتأكيد نعم دكتور سامير ذكرت أو نذكر دائما بأننا نتحدث عن معلومات وفق مصادر ليرويترزولي وكالة الأنباء الفرنسية مصادر متزامنة نشرت وسربت هذه المعلومات إلى غاية الآن لا إعلان رسمي قطري وإلى غاية الآن المتحدث الوحيد لوكالة الأنباء الفرنسية من حركة حماس قال لم تصلنا أي معلومات ولم نبلغ بها إذن في حال صحة كل هذه المعلومات التي تنقل في وكالة الأنباء الآن وتفكر قطر بأن مكتب حماس في الدوحة لم يعد مبررا هذا يعيدنا كذلك إلى سيناريو مطروح منذ فترة ومتداول طوال سنين هو نقل مكتب حماس إلى بلد آخر هل قرار إغلاق مكتب حماس في الدوحة أيضا يبدو متوقعا وإلى أين حماس يبدو متوقعا جدا لأنه تم تداوله وأعتقد أنه أرجع أكثر من مرة السفير القطري في الولايات المتحدة قال أننا استضفنا قيادة حماس في الخارج بناء على توصية من الولايات المتحدة كما هو معروف فإن هناك سفير غير مقيم اسم محمد العمادي قطري كان يقوم بعملية مكوكية كل شهر تقريبا ما بين غزة وما بين القدس ويلتقي عادة بكبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل رغم أن دعايتهم كانت دائما تتهم الدول أخرى بالتطبيع إلى آخره هذا محمد العمادي كان يلتقي كل شهر تقريبا وهو الذي كان يشرف على نقل 30 مليون دولار كاش ماني كانت تأتي إلى مطار تل أبيب والشين بيت يحملها ويسلمها إلى محمد العمادي الذي يسلمها إلى أحماس في قطاع غزة هذا الأمر لم يكن هناك غير ثلة قليلة يعني خالد مشعل وموسى أبو مرزوق فقط الذين كانوا موجودين في قطر لكن بعد بداية هذه الحرب الذين هربوا من غزة هم وأسرهم حتى أن أسرة إسماعيل هنية بالكامل من زوجته الأولى بالكامل هي أولادها خرجت إلى هناك وآخرين أيضا التحقوا بهذا فاكتزت الدوحة وإسطنبول وبيروت الذي هرب منها مؤخرا أن نتحدث بإسم حماس إلى موريتانيا فهم اعتادوا الخروج لن يكون جديدا عليهم لكن ربما يكون هذا الملازل الأخير لأنه إذا فقدت حماس موقعها في قطر فقد يصعب أن تكون في عاصمة أخرى هناك من يرشح موريتانيا هناك من رشح السودان هناك من يرشح دول أخرى لكن حماس نفسها أصبحت محل سؤال بعد كل ما حصل فيه خلال هذه السنة وآخرها أن عميد في الجامعة الإسلامية عميد أصول الشريعة انتقد حماس بشدة وهو مرجع إسلامي كبير ويتحدث عن الشرعية تحدث عن ستة أثبات تقول أنه هناك خطيئة ارتكبتها قيادة حماس وهذا يعني شكل مختلف لحركة حماس وفق ما تتوقعه؟ دكتور طبعا تحدثنا تماما على أنه كان هناك مفاوضات وما تزال تجري عبر قناة تركية عن تحويل حماس إلى حزب سياسي وتخلي تماما عن ما يسمى بالقسام الذي تقريبا انتهى في قطاع غزة وتحويل حماس إلى ولكن ما تزال هناك عقلية سائدة داخل بعض قيادات حماس تتحدث عن عودتها إلى حكم قطاع غزة وعدم العودة إلى الانطواء تحت مظلة منظمة التحرير هذه العقلية بتقديري سوف تكنس في المرحلة القادمة وبالضرورة سوف تتغير تحت واقع الأحداث والتطورات المتسارعة شكرا جزيلا لك كنت معنا إذن من القاهرة العاصمة المصرية رئيس منتد الشق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سامير غطاس شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة